لغيره لا تعلق نفسك إلا بالله واجعل المصدر الوحيد لتلقي الشريعة والكتاب والسنة لا تعلق نفسك بقصة لفلان ولا لفلان من الاعتقادات عند بعض الناس أحياناً أنك تجد بعضهم يتعلق حتى بمن يدعون علم الغيب يدخل إلى بعض مواقع الإنترنت أو حسابات التواصل الاجتماعي التي فيها مع الأسف الدعاء لعلم الغيب والأبراج أنت برجك الدلو أو برجك الأسد أو برجك كذا ويبدأ يقرأ التوقعات لي خلال هذا الأسبوع أسيأتيك خبر مفرح أو خبر محزن أو ستلتقي بشخص لم تلتقي به من قبل وما شابه ذلك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله من التمس شعبة من النجوم التمس شعبة من السحر لا تعلق نفسك بهذه الأبراج الذين يدعون علم الغيب أو بعضهم ربما أحياناً انتقل إليه بعض ما في الغرب مثلاً من أنواع الدعاء علم الغيب أو ما يستحدثه المشعوذون كتعليق حذوة الحصان مثلاً على الباب رجاء تدفع عنهم العين أو تجرب لهم النفع أو تدفع عنهم الضر أحياناً أو تجده أحياناً ربما اعتقد أن متابعة بعض الناس فيما يطرحونه من شعوذة وسهر أنه نافع له أوضار إن أمر العقيدة أيها المسلمون هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة لا تعلق نفسك بغير الله لا تعلق نفسك ببشر جاء رجل إلى النبي ربيعه بن كعب قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فلم يعلقه بنفسه عليه الصلاة والسلام وإنما علقه بالله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود تريد الجنة؟ الجنة طريقها معروف زيادة التعلق بالله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام سنة وشريعة واقتداء لأنه يأمر بأمر الله ولذلك ما علقه بذاته إنما علقه بالله